السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة 47 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي اليوم إن شاء الله لدينا التواصل الشفهي دراجات هوائية للجميع وهو نص سماعي الحصة الأولى ألاحظ وأتوقع ثم بعد ذلك أستمع للنص ثم أفهم وأناقش إذن في الصورة الأولى ماذا نلاحظ إذن في الصورة الأولى الصورة الأولى لدينا بتاتان داخل مكتبة الأولى الأولى تحمل كتابا ويا أمام مكتبة مكتبة به حاسوب وأخرى تحدث كتابا على الرفوف بسبب لي الصورة الثانية الصورة الثانية نلاحظ بأن الكتاب قد طار بالفتاة إلى الأعلى ثم لدينا الصورة الثالثة الكتاب يشير للفتاة لكي تلاحظ المارين وهم يركبون الدراجات الصورة الرابعة هنا الفتاة تخبر الكتاب بنيةها إخبار أصدقائها بما رأته الآن سوف نقوم بسرد الحكاية دراجات هوائية للجميع ما زلت أذكر ذلك الصباح الذي قصدت فيه مكتبة المدرسة لأستعير كتابا وما إن خطوت أول خطواتي داخل المكتبة حتى سمعت سقوط مجموعة من الكتب على الأرض فزارعت إلى جمعها ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف لاحقت بالقيمة على المكتبة وشكرتني قائلة شكرا لك يا بنيتي ليت كل الأطفال مثلك وما كادت القيمة على المكتبة تغادر المكان حتى سمعت صوتا خافتا يناديني من بين الكتب اقتربت من الصوت فلفت نظري كتاب صغير الحجم عنوانه بلد الدراجات الهوائية وبما أنني أهوى ركوب الدراجة تناولت الكتاب فشكرني الصوت المنبعث من بين دفتيه وقال لي إنها هولندا يا صديقتي وهي ليست بلد الدراجات فحسب بل أيضا الجبن والجسور والطواحين قلت وما شأن الدراجة في هذا البلد أجابني الصوت أغمضي عينيك وأنا أحملك إلى هذا البلد وفي لمح البصر وجدت نفسي وسط مدينة جميلة تكثر فيها الوديان والجسور توجه بالكتاب مباشرة نحو واحدة من المكتبات المنتشرة بالمدينة وأمام الباب اندهشت لمئات الدراجات التي كانت متوقفة في نظام بديع لم يكن هناك حارس ولم تكن الدراجات مربوطة بأقفال سألت سألت صديق الكتاب سألت صديق الكتاب كيف سيعرف كل واحد دراجته وكلها متشابهة ابتسم الكتاب وقال لي سترين ذلك حين يخرجون وكم كانت دهشتي كبيرة حين خرجوا فرأيت كل واحد ينصرف إلى دراجة يركبها سواء كانت له أم لغيره ولم تمر إلا برهة حتى خل الجدار من جميع الدراجات قال لي صديق الكتاب يجب أن تعرف يا صديقتي أن عدد الدراجات في هذه المدينة يبلغ سبعمائة ألف دراجة فيما يبلغ عدد السكان سبعمائة وخمسين ألف نسمة الكبير والصغير والشباب والعجوز والشاب والمرأة والرجل كلهم يركبون الدراجة لأنها بالنسبة إليهم رياضة يومية ووسيلة نقل بسيطة ولا تلوث البيع لكل دراجته وإي دراجة الآخرين أيضا فإذا نزل أحدهم من على دراجته فإنه يركبها في مكان على قارعة الطريق دون أن يربطها فإذا مر مواطن آخر من ذلك الطريق واحتاج إلى دراجة للتنقل فإنه سيركبها ويذهب لقضاء حاجته قلت مع نفسي حين أعود إلى بلادي سأتحدث إلى أصدقائي وصديقاتي في المدرسة ونتفق جميعا على أن يقتني كل واحد منا دراجة هوائية يتقاسمها مع الجميع وهكذا سنعبر عن سلوك مدني مواطن رائعين ما فيما يخص لحصة الثانية أنتج شفاهيا طرح فكرة للنقاش حين أعود إلى بلادي سأتحدث إلى أصدقائي وصديقاتي في المدرسة ونتفق جميعا على أن يقتني كل واحد منا دراجة هوائية يتقاسم مع الجميع وهكذا سنعبر عن سلوك مدني مواطن رائع لذلك أنصت إلى الآخر أن أستمع إلى آراء الآخرين أحترم جميع الآراء يعني كل رأي أعطاه صديق أو صديقة لمدة من احترامه أشارك في مناقشة الفكرة أشارك برأي في مناقشة الفكرة أبدي رأي أعطي رأي في هذه الفكرة ثم أستنتج ما هو الأحسن للجميع هذه فيما يخص الحصة الثانية من التواصل الشفائي ترجمة نانسي قنقر